شكرا 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 Vasitors جم Chap بإضافة جيدة كبيرة Snow سأع hacks solo أنت سواف لهم هاد نضع جزء الكريمة للتزيين ونضعها في تلاجة حتى نكمل مونتج تورطة انا اكتفت من نكهات الفاني لو ممكن تنسموها بأي نكهات إلا متوفردش عندكم الكريمة السائلة عودوها بالبودرة للشانتية تربوها مع نصف كأس عنباء أي 80 مليلتر الحليب وحتى 100 مليلتر يكون بارد مزيان وتربوها كذلك مع جوج فلون دي سير بنكهات الكاراميل سيتلقاو الوصفات اظهر لكم دابا في اعلى الفيديو ستلقاو واحدة في صندوق الوصف باش تعرفوا كيف تديروا الطريقة راتجي كريمة هائلة وشادة وتزينوا بها كيف بغيتو بالنسبة للسيرو خديت هنا أربعة دي الملاعق كبيرة دي المربة دي المشماش عملت معهم كاس عنب دي الماء وضفت عليهم ملعقة كبيرة دي السكار ونصف فانيلا من اللي قربو الدرجة دي الغلايين خليتو متقلبين واحد جوج دقيق وطفيت وخليتو ميدفاو وتنسقي بهم الجنواز اللي غدي تكون باردة سقيت طبقة اللولة اللي كان خسر لي شوية لوجه ديالها بديت باهية الأولة دائما تنبدو بالوجه ديال طورته هو اللول عملت واحد طبقة ديال الكريمة وضفت دابة طبقة تانية ديال الجنواز غدي نضغط شوية باش دائما يكون عندي الكيك متساوي وغدي ندهن او نسقي بسيرو دائما الجنواز تكون ناشفة تيخصنا ونسقيوها واحد تعليق قريته غير البارح انني تنهضر بزاف مفهمتش واش نعود نديل الحركات في الفيديوهات هاد شي بينا قوسي فنحاول نوصل المعلومة الاقصى حد ولو تكون بسيطة دائما نسقي الجنواز مزيال لانه ناشف ممكن تعودوا هاد السيرو اللي حضرت ممكن تديرو غير كأس ديال الماء ونصف كأس ديال السكر ونصف فانيلا حتى يعقدوا شوية مدة خمسة دقيق على النار تكون مهيلة دائما النار تكون مهيلة ديال السيرو تخليوا هدفة وتسقي بوحتة وتيجي رائع ممكن يبقى معاكم في تلاجة حتى الكل ثلاث يام او او اربع يام تحضروه وتسقيوا به الكيك اللي عندكم تكون تحضير دائما مسبق سابتا السامر دائما تنسقي الكيك وتنزر واحد دبقات ديال الكريمة الكريمة دائما تكون باردة ونطلعها جيدا فغادي تجي مزيانا وتبقى ولو نحطوها الطرطة حتى الربع يام في تلاجة الان تتبقى ربع يام حتى الخمس يام تناولوها تسكون بحالي الله صيبتوها دائما تنسبقوا الوجه ديال الكيك والاسفل اللي تكون في الاسفل ديال المول هو اللي تنزره في الزين تكون مستوي وتيجي نزوين إلا بننزينوه بالكريمة بنسبة الطبقة الرابعة أو الرابعة اللي هي الأخيرة غادي نسقيها بسيرو عاد غادي نحطها فوق الكيك ما نسقيوهاش من الفوق باش إلا تنحطو الكريمة ما تفرتدش معانا بحال هاد شكل هادا ودائما تنضغطو باش جنا الكريمة متساوية دا بغادي ندير واحد الكيمية اللي بقتلية ديال الكريمة أنا اختارت أن الوجه ديال الكيك يكون غاني أي بتندير واحد طبقة لها تكون سميكة شوية ديال الكريمة انتو ما حسب طوق ديالكم ديروا طبقة رقيقة أو حسب اللي بغيتو نخليكم على الصور نخضو سباتيل أو سيكين هكذا لي ما يكونش مسنن ونصرحو الكريمة بشوية بشوية حتى نصرحوها مزيان وتبالينا أنها تلبسات بها الكيك بحال هاد شكل هادا خوضو أي حاجة زينو بها من جوانب سواء الشكلات اللي غدي تحكوه أو الشعرية ديال الشكلات اي البيغميسي ولا الفول السوداني اللي هو كوكاو مهرمش أنا خديت اللوز شرائح لاتوفرتو عليه حتى وقت يجي لديد بزاب كان محمر عندي من قبل دائما تنوجدو شي حويجات باش من تبرزتوش وحنا تنصيبو طورتة ديالنا غدي نلبس الجوانب مزيان إلا كالجو سخون غدي تحطو طورتة ديالكم خمسات دقائق في المجمد من بعد غتجبدوها وغدي تزينو لها الجوانب دابل جو بارد ماشي مشكل كيف تنحطو الكريمة تنزينو مباشرة خديت الجايب الحلواني اللي كنت حطه في طلع جوا دين ديرت الزين بسيط جدا جدا أي مبتدئة تديرو بسرعة وتيجي لمنظر ديالوز مين بزاف على شكل دوائر وحده فوق وحده حتى كملت شاطلية الكريمة لأن نصف ليتر قادنا لاربعه دير طبقات وفيتة درت هاد شكل هدا في الوسط بسيط بزاف خديت كدلك شوي ديالوز لشاطلية درتو في وسط طورتة وأسهل حاجة اللي ننزينو بها هي الفواكه المعسلة تنخضو علبة دير غير عشرة دراهب ممكن ينزينو بها حتى ربعات ديال المرات حطيت كل كبيرة أو كل حبة ديال فواكه المعسلة بحل هاد الشكل واختيت واحد شوي ديال العقيق اللي تنزينو به السابلي او الحلويات هاد الفضي باش نكسر شوية الالواء جزوين مع اللو الأحمر طورتة ديالنا تجيزوين بزاف تابعو النصائح اللي في الفيديو السابق إلا خليتو الجنواز ديالكم رتحت على الأقل ستا ديال الساعات عاد قطعوها خليوها في تلاجة باش ما تفرتش معاكم ما تزربوش النهار اللي بعتو تحضرو فيه الكيك النهار اللي قبل منو وجدو الجنواز باش دائما تجح معاكم ربعات ديال الطبقات اللي حضرنا ممكن غير ثلاثة او ممكن تديرو حتى الخمسة الطبقات إلا استعملتو مول صغير تجيب كمية وفيرة نتمنى صراحة تجربوها صراحة إلا ما حضرتوش الطرطة ديالكم بالكيك ديال الجنواز فغادي يكون ناقص بزاف تنزينو كيك عادي وتنزينو كيك اللي يسفنجيش به بالجنواز لكن إلا تقنتو هاد النوع ديال الكيك فغادي الماضاقات غادي يعجبوكم بزاف وغادي تبهروا العائلة ديالكم إن شاء الله وبالنسبة للجنواز فملاحظة ما تيكونش فيه سوائل لا حليب ولا زيت إلا حضرنا بعد المرات الوصفات تنقولو شابيه ديال الجنواز أي خفيف وتيكون رطب بزاف لكن بالنسبة لهاد الكيك ما فيش سوائل فيه غير ربعات ديال المكونات ممكن غير ثلاثة بالإضافة للفانيلا هي الرابعة وممكن تنظيفو الخاميرة كيف ذكرت في الفيديو السابق تنتم أن تجربوا الوصفة دائما مرحبا بتساؤلت ديالكم بالنسبة لتيشوف أو تشاهد القناة الأول مرة فاشتركوا فعلوا الجرس باش دائما يصلكم الجديد ما تنسونيش بالضغط على زر اللايك دائما للتشجيع شكرا بزاف لكم بسلام عليكم شكرا بزاف